العربية كاربا انت ممكن تستخدمها ازاي وتشحنها ازاي هاعتمد اعتماد كامل على الشحن المنزلي اللي هو الشحن البيت العربية لها طريقتين شحن شحن منزلي بتتشحن زي الموبايل معها زي مثلا جهاز صغير زي اللابتوب مثلا زي شحن اللابتوب وبتتشحن من محطات بكابل شحن سريع وشحن بطيء البيت شحن بطيء ده بيخرج 32 أمبير 7 كيلو في الساعة يعني تاخد في البيت دي شحنة من بالليل عشان عايزة الصبح؟ بالزبط بالليل بتروح تنام بتحط العربية على الشحن 8 ساعات تنزلت لها مفهولة معك 500 كيلو فانت مفيش انسان طبيعي برضو هيسوق 500 كيلو مرة واحدة يخلصهم فيهم لا إلا طبعا لو واحد تسافر راح الغرداء راح الشحن ولو مسافر دلوقتي محطات الشحن موجودة على الطريق الصريعة طب واللي راح مثلا الغرداء او شارم وطريق الصعيد فيه دلوقتي طبعا ماجهودات الدولة وتعليمات سات الرئيس طبعا فيه أبليكيشن او حاجة بتقول لي فين المحطات؟ عندنا كذا أبليكيشن بيبينلك أقرب محطة ليك فين؟ والمحطات لي فاضية او لا لو انت داخل تشعين فيها النهاردة مثلا لو مسكتنا طريق السخنة طريق السخنة من أول القاهرة مصدر السخنة الحد السخنة بس محطة ثاني ثلاث محطات شحن حلو قوي دلوقتي شغالين من الزعفرانة لحد راس غارب راس غارب غرداء فانت أوريلي كده كده أصل لو معك عربية تزال معي مثلا بتمشي خمسمائة كيلو فانت الخمسمائة كيلو وانت وقفت في الزعفرانة وقفت نص ساعة مفيش إنسان طبيعي يسوي خمسمائة كيلو مرة واحدة غير المعامل ريست فانت طبيعي لازم تاخد ريست معاك فالوقت اللي أنا بعمل فيه تشرب حاجة عايز تفكر جسمائة تروح مكمل شحن العربية تمام وده اللي أنا عملته ومصور كذا تجربة معي حلو جدا سافرت مرسى مطروح سافرت شرم سافرت الراف الصدر سافرت الغرداءة سافرت أسيوت محافظات السعيد كلها الغلق يعني المشكلة بتواجهنا دلوقتي أو بتواجه معظم الناس اللي عايزة تملك عربية كعربة وبالذات خط السعيد أو الناس اللي في السعيد مفيش ولا محطة على خط السعيد خلص احنا بنتمنى يبقى فيه طبعا نضحط السعيد ده يبقى لازم يبقى فيه باي باي